بخسائر وصفت بالفادحة تحرز القوات الروسية تقدماً في مدينة أفدييفكا على الجبهة الغربية لدونتسك شرق أوكرانيا تقدم يشي بتكتيك جديد للمعارك الهدف منه باخموت رمز المقاومة الأوكرانية المدينة الواقعة على مسافة 13 كيلو متراً فقط عن دونتسك في دومبس شرق أوكرانيا ووفقاً لزعيم دونتسك الموالي لروسيا دينيس بوشيلين تعطي روسيا إمكانية قطع خط إمداد القوات الأوكرانية في الشرق بشكل كامل وتسهيل الهجوم المباشر على فوليدار إضافة لإحكام الخناق على القوات الأوكرانية وقطع الاتصالات والإمدادات بين سيفيرسك وباخموت بالمقابل تقول وزارة الدفاع البريطانية إن التقدم الذي أحرزه فوج الدبابات العاشر الروسي في أفديفكا كان هامشياً مقارنة بالخسائر الفادحة في المركبات المدرعة لا سيما أن الفوج شكل حديثاً وتلقى تدريباً مكثفاً في بيلاروسيا هدفنا هو القضاء على أكبر عدد ممكن من الأعداء وتهيئة الظروف لبدء هجوم مضاد لدينا هدف وهو الوصول إلى حدود أوكرانيا والقضاء على العدو حتى يموت هنا بالقرب من باخموت بحسب وسائل إعلام روسية فإن التقدم في أفديفكا رفقه آخر شمال باخموت اتسيطرت قوات فاغنر على مجمع أزوم الذي يشكل المنطقة الصناعية في دونتسك عدا عن الوصول إلى سكة الحديد والتقدم في بعض المناطق الحضرية تقدم تبقى تكلفته وجدواه غير معروفين